قال مسؤول العلاقات العربية لحملة ترامب مسعد بولوس أن المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية يتمتع بتأييد واسع من الجاليات العربية والمسلمة وفي لقاء خاص مع التلفزيون المصرية أكد أن ترامب يعتزم العمل من اليوم الأول حال تم انتخابه رئيس الولايات المتحدة على وقف الحروب الجارية في الشرق الأوسط وأوكرانيا نازلنا نتابع مشاهدين الكرام أصداء الحملات الانتخابية للمرشحين للرئاسة الأمريكية 2024 والانتخابات احتدمت فيها المنافسة بعد هذا الوقت العصيب أهلا بحضرتك ضيفا على شاشة التلفزيون المصري أهلا بكم شكرا لو نتحدث عن أهمية وتوحيد الجهود من أجل الحقيقة الأمال للمواطن أو الناخب الأمريكي خصوصا نحن في حملة المرشح الرئاسي الرئيس سباك دونو دي كرامب ما الذي يمكن أن يقدمه في ملفات أمريك؟ نحن الحقيقة أول شيء نفتخذ بتأييد الواسع يلي عم نحظى فيه بهذه المرحلة الانتخابية للرئيس ترامب من قبل الجاليات العربية الأمريكية والجاليات المسلمة العربية الأمريكية والمسيحية العربية الأمريكية اللي هي جاليات مهمة جدا بالولايات المتحدة لسيما بولايات متأرجحة مثل ولايات ميشيدون وأريزونا وغيرهم وبانسلفانيا والجورجيا ونحن اليوم بالبرونكس في نيويورك وهذه الأرمزية وأهمية كثير عالية خاصة بوجود هذه الجالي الكريمة الكبيرة اليمنية وغير اليمنية طبعاً نحن نعرف أن نيويورك هي مركز تقل الجاليات العربية كانت مصرية أو لبنانية أو يمانية أو غيرها ونحن نفتخر بهذا التأييد الواسع بهذه المرحلة لأنه نحن يعني هناك عدد من النقاط التلاكي بين هذه الجاليات وبين الرئيس ترامب والحزب الجمهوري اليوم وأولاً هي العصص والمبادئ المحافظة الحقيقة للعائلات عائلاتنا ولأطفالنا ولكيامنا وأخلافنا وهذا موضوع مهم جداً عند جالياتنا طبعاً الموضوع الثاني المهم هو موضوع الحروب يعني هذا الموضوع أثار الكثير من التسؤالات في الشرق الأوسط خاصة ما يدور وما يحدث في غزة وفي لبنان وفي الشرق الأوسط بكل ما الذي يمكن أن يقدمه المرشح الرئيسي لوقف هذه الحروب مع العلم أنه تحدث عن إيقاف هذه الحروب ومن السهل أن يتم وقف هذه الحروب طبعاً الرئيس ترامب وعد للحقيقة أن إن شاء الله إذا تم انتخابه بـ 5 نوبمبر سوف يبدأ العمل ابتداء من 6 نوبمبر على إيقاف هذه الحروب هو ضد هذه الحروب بشكل كامل هو ضد قتل المدنيين لأي جهة أنتمو ضد الحرب بغزة وضد الحرب بلبنان هو يعتبر أن هذه الحروب ما كانت أن تبدأ لو كان هو بالبيت الأبيض هي الحقيقة استغلوا ضعف الإدارة الأمريكية الحالية إدارة بايدن وهاريس لبدء هذه ولشن هذه الحروب أكانت في الشرق الأوسط أو في أوكرانيا مع روسيا هو رجل سلام هو رئيس يسعى دائماً إلى السلام قدر خلال فترة وجيزة أن ينجز أربع اتفاقيات أبرهام أكورس للسلام وكان على وشك أن ينجز الاتفاقية الكبرى مع المملكة العربية السعودية وكان هناك حوالي 12 إلى 15 بلد عربي جاهز إلى الاكتتاب بهذه الاتفاقيات لو في حال تمت الاتفاقية مع المملكة العربية السعودية نحن نأمل أنه يعيد انتخابه الناخب الأمريكي والناخب العربي الأمريكي إن شاء الله بخمسة نوفمبر وسوف يسعى إلى السلام فوراً كل شكرة تقدير لحضرتك للحملة والمرشح أي شكرا